قانون التصالح صدر وكان بيقول ان المواطن يتقدم وان فيه ليحة تنفيذية وتم اعتمادها وان القانون والمواطن يتقدم في خلال مدى زمني ان هو ستة شهر علشان ان هو يقدم طلبات التصالح هقولها بمنتال امانة عدد الطلبات اللي تم تقدمها لم يكن بالصورة الكافية ولم يكن بالرقم اللي احنا عارفين كويس جدا اعداد المخالفات اللي موجودة النهاردة في مصر قد ايه وده اللي دعا الدولة تبدأ تنظر هل فيه مشاكل في تطبيق القانون بشكله واصداره اللي كان موجود ابتدى مجلس النواب نفسه يطلب ان محتاجين نيسر شوية لان مع التطبيق على الارض بدأت تظهر هناك العديد من التحديات والمشاكل في التطبيق وان انتوا قصرين التعامل في المخالفات فقط على قد المباني اللي اتبانت من الفين وتمانية وانت طالع طب لو في مباني مخالفة قبل كده هنعمل معها ايه فعشان كده ده اللي دعانا كلنا ان احنا كان بعد محاولات التفعيل اللي احنا هو انا بقولها من ابريل الفين وتسعة عشر لغاية بداية عام عشرين عشرين ومش قادرين ان احنا نستفيد بهذا القانون اللي كان هدفه ان هو يعمل اقاف لنزيف البناء المخالف وجدنا معا وبصورة مشتركة الدولة مع مجلس النواب ان احنا محتاجين نعدل هذا القانون وبنان عليه صدر التعديل لهذا القانون رقم واحد لعام الفين وعشرين واللي صدر في نهاية شهر يناير علشان نعدل ونبسط في الاجراءات اللي خاصة باجراءات التصالح